بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند حالة النهاردة بالتأكيد جاية قبل ساعات قليلة من مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الأسبوع السابع للدوري العام مباراة هامة جدا مباراة ضمن مباريات الدوري دوري قوي مصير في نتائج بالتأكيد كثيرة وعكسية خلال المراحل السابقة فبالتالي حلقة نتابع فيها كل المستجدات الخاصة بهذه المباراة وآخر الاستعدادات الخاصة لفريق النادي الأهلي قبل التوجه إلى ملعب الأهلي والسلام لكن خلونا نبدأ بسؤال حلقة النهاردة وعايز كل المشاهدين وكل المتابعين يشاركونا من خلال السؤال اللي هنطرحه في بداية الحلقة وفي الفقرة الأخيرة نستعرض كل المشاركات السؤال توقعاتكم لنتيجة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري العام تقدروا تشاركوا معنا من خلال صفحات القناة بريس سوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وي انستجرام وفي الجزء الأخير نستعرض كل المشاركات كل المشاهدين والمشاركين طيب خلونا نبدأ بحلقتنا النهاردة بأهم العنوين وعنوين تريندات النهاردة في تريند الأهلي الليلة الأهلي يواجه الإنتاج في الجولة السابعة للدوري كمان في تريند الأهلي محمد عادل حكما للقاء بدلا من أمين عمر وفي التريند المحلي اتحاد القرى يطلب إدراج جميع فرق قرة القدم على جداول لقاح كورونا طيب النهاردة بالتأكيد فيه عدد من المباريات سواء المباريات المحلية أو حتى المباريات الأوروبية في الدوريات الأوروبية المختلفة طبعا النهاردة فيه أربع مباريات في الجولة السابعة من مباريات الدوري العام فيه مباراة بدأت الساعة الثانية ونصف وانتهت منذ قليل وانتهت بالتعادل الإيجابي بين اسموحة والبنك الأهلي اتنين اتنين كانت مباراة قوية ومصيرة جدا وفيها أهداف مميزة لكل الفريقين أيضا في هذه اللحظاتنا معكم على الهواء مباشرة فيه مباراتين في نفس التوقيت المقاون العرب في مواجهة مع سيراميكا والمصري في مواجهة مع نادي الزمالك على استاد برج العرب لكن الساعة سبعة ونصف المباراة اللي بتهمنا كلنا وبالتأكيد كل المتابعين والمشاهدين منتظرين هذه المباراة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي الساعة سبعة ونصف مباراة ما بين طبعا المدير الفني لنادي الأهلي مباراة قوية جدا أمام كابتن مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحرب ولكن مبارايات الدور الانجليزي والاسباني وكأس اللبارتادورس مباراة قوية أيضا نبدأ بمباراة الدور الانجليزي فيه سلاسة مباراة شيفلت يونيتد يلعب مع نيوكاسل الساعة 8 ويلفار هابيتون يلعب مع إيفيرتون الساعة عاشة أوروب وبرلي هيلعب الساعة عاشة أوروب أيضا مع مانشستر يونيتد في الدور الاسباني فيه مبارتين غيرناط هيلعب مع أصاسونس ساعة 8 واثلتكومادريد الساعة 10.5 مع إشبيلية لكن مباراة اليوم في كاسل لبرتادورس وبالتأكيد هذه المباراة هتكون فيها متابعة كبيرة لفترة الجاية لأن الكل منتظر الفريق المتآهل من أمريكا الجنوبية عشان يكتمل عقد الفرق اللي هتكون موجودة في كاسل عالم للأنديا النهاردة في مباراة ما بين بالميراس علعب مع ريفر بليت الساعة 2.5 فجر الأربع طبعا المباراة الأولى كانت في الأرجنتين ملعب ريفر بليت وبالميراس فاز خارج أرضه بسلاسة أهداف مقابل لاشي نقدر نقول بنسبة 60-70% بيقترب من التأهل للمباراة النهائية ولسه في مباراة بكرة بين بقى الجونيورز مع سانتوس البرازيلي وأيضا كان اللقاء الأول في البرازيل انتهى بالتعادل السلبي لكل الفريقين طبعا المباراة قوية وبالتأكيد النهاردة هتكون فيه متابعة كبيرة جدا لكن أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل عندنا كلام مهم جدا ولكن في فقرة تريند تريند أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند تريند طبعا تريند تريند النهاردة هو الحدث الأبرز مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الجولة السبعة من مباراة الدور العام الحمد لله الأهلي ماشي بخطة طيبة نتائج إيجابية أو فيه تعادل لكن لسه المشوار طويل والحمد لله الأهلي في المقدمة سواء بعدد انتصارات بعدد نقاط وأيضا كمان بعدد إحراز من الأهداف في أول ست جولات طبعا فيه مباراة مؤجلة ما بين الأهلي والزمالك لسه نشوف ما عدا خلال الفترة اللي جاية لكن عايزين نتطمن على استعدادات الفريق بالأمس الفريق دخل معسكر مغلق الاستعدادة لمواجهة الإنتاج الحربي خلاص بعد دقائق قليلة الفريق هتوجه إلى ملعب الأهلي والسلام استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي لذلك أذهب مباشرة إلى الزميل العزيز كريم أحمد من فندق الإقامة وآخر الترتيبات وآخر الأخبار المتعلقة بفريق النادي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب المباراة مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك زميل العزيز محمد سعيد برحب بك طبعا في البداية وكل التحية لكل جمهور النادي الأهلي طيب انت واقف قدام الحافلة اللي هتستقل بالتأكيد من خلالها الفريق إلى التوجه لملعب المباراة آخر الترتيبات ما لاحظت اليوم في طبعا فندق الإقامة الفريق في معسكر منذ الأمس الجديد بالنسبة لك واللي شايفوا بالنسبة لإستعداد لهذه المباراة والقائمة كمان اللي اختارها بيتسو مسماني لمباراة الإنتاج الحربي في ظل ان النهاردة قد يجرأ او قد يطرأ عدد من التعديلات على التشكيل الأساسية بالتأكيد طبعا زميلة محمد انت عارف مباراة الدور العام هي مباراة بطولة بالنسبة للمنافسة النادي الأهلي عنده هدف كبير هي الحفاظ على لخب بطولة الدور العام فالنهاردة ان شاء الله ستكون مباراة صعبة على كلا الفريقين رغم سوء النتاج اللي بقدمها الانتاج الحربي وايضا كمان الأداء المميز للنادي الأهلي لكن ما لقاش حسابات هذه المباراة لان انت عارف كل الفرقة وكل الأنديل اللي بتقابل لنادي الأهلي هي مباراة بطولة ومباراة حنما فمتوقعين النهاردة ان احنا نشوف من خارج الخطوط قيادة فنية مميزة من كابتن مختار مختار وبيتسو مسماني وايضا داخل الملعب بالنسبة لي الفريقين لكن بشكل عام حالة تركيز كبيرة جدا لكل لعيبة النادي الأهلي المحاضرات المستمرة من بيتسو مسماني انت عارف خلاص ممكن انتهت الاستعادات الفنية على ملعب مختارة تيتشا أمس بيه تدريب شهد محاضرة وشهد تاكتك وشهد كل الصغرات ونقاط اللقاء والضعف وكان تحضير مميز جدا من يونشا طبعا مخاطط الأحمال الجديد ولفت الجديد على النادي الأهلي مع التنسيق مع موسيمة لابا أيضا كمان محل الأداء يعني يعملوا أمور مميزة معديدة جدا خلال الأيام الماضية وتحديدا أمس واليوم بيتسو مسماني بقى هو اللي ممكن أكيد النهاردة التشكيل والتغيير والأمور التي تتركت على فريق النادي الأهلي من الغيابات والإصابات النهاردة إن شاء الله يكون موفق في اختيار عناصر تكون تساعد النادي الأهلي بشكل كبير ويكون جهزة بدنيا وفنيا انت عارف محمد فيه غيابات بيعود محمد هاني وبيعود رامي ربيعة من كورونا لكن انت عارفت إليسة برضو الجهازية الفنية والبدنية لكن وجوده ماجيد فيه القائمة أمر مهم جدا لأن احنا عندنا غيابات على الجانب الآخر عندنا عمر السلية غياب عندنا مروان محسن محمود وحيد أيضا كمان جينيور أجيو وناصر مير لكن إن شاء الله بإذن الله كل لعيبة المتواجدة فيه قائمة فريق النادي الأهلي تقول على قدر مسؤولية كالعادة وبإذن الله التوفيق يكون حليف النادي الأهلي نحن محمد متجين طبعا في فندو اللقامة الأمور الخاصة والأمور اليومية طبعا بكل المباريات الفطار في معاده الغداء في معاده لكن محاضرة الفنية الأخيرة اللي كانت أرباء عصرا يعني 35 دي محاضرة بيتسو موسماني اليوم لشرح كل النقاط ونقاط القوة الضعف لفريق الانتاج الحربي بالتأكيد طبعا بنتمنى التوفيق الجو مميز جدا في هذه اللحظات لكن انت عارف مع مرور الوقت وممكن انت عارف المباراة سبعة ونص بيبي فيه برودة شوية في استاد الأهلي والسلام لكن ده جو كره بشكل كبير يساعد لقابة النادي الأهلي في خلق مساحات وفجاري وتنفيذ الجملة التكتكية اللي بيأكد عليها بيتسو موسماني عايزة طمينك بشكل عام على علي معلول جهازية علي معلول بأكد لك إن شاء الله كمان يكون متواجد كريم هو الجو عندك ساعة مختلف عننا شوية وليه من نور دا الجو انت تحس ان فيه احتباس حراري او فيه درجة حرارة عالية وكان هنا مش في شهر يناير هل الأجواء عندك مثلا في منطقة اللي فيها فندق الإقامة مع ملعب المباراة هنعرفين الملعب طبعا في أقصى المدينة السلام في مباراة في مكان بعيد عن الأماكن السكنية هل الجو عندكم مختلف شوية فيه برودة في الجو النهاردة يعني بالتأكيد طبعا محمد إلا بتفهم معاك إن الجو صعب جدا صباحا بيكون في شمس النهاردة كان الشمس شوية لكن انت عارف طبعا تأكيدا على كلامك ملعب السلام يعني انت عارف المحيط السكن اللي متوجود أو من ملعب السلام تحديدا بيشهد حالة برودة مع على طول إحنا كل يوم بيكون في برودة أو كل مباراة بيكون على أستاذ السلام بيكون في برودة لكن بشكل عام يعني إن شاء الله تنعكس على لعابة النادي الآلي وتكون حافظ ودفع عليهم مع الدوافع والمعنوات المرتفعة لكل لعابة النادي الآلي إن شاء الله محمد بالتأكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الآلي أكد لك على جهازية تعالي معلول بنقول طبعا لمحمد هاني إن شاء الله ورامي ربيع لو ليهم دور يكونوا مميزين لكن لسه جهازيتهم الفنية تغيير كمان حكم اللقاء ويمكن أكيد أنت تكلمت عليها محمد ولسه تتكلم عليها كمان يعني أكيد طبعا بنقول ألف سلامة للكابتن أمين عامر وبالتوفيق إن شاء الله لكابتن محمد عدل والطاقم بيها الكامل وتحديدا بقى حكام الفار كابتن محمد عباس وكابتن بريم حجوب يا رب إن شاء الله يكونوا مركزين جدا بقى النهاردة شفنا بعض الغلطات كده وكاد غلطة كبيرة جدا في المباراة الأخيرة لكن يا رب إن شاء الله بإذن الله لعبتنا تكون على قدر المسؤولية طاقم التحديم يكون موفق وإن شاء الله ندي الآلي بإذن الله النهاردة يحصل ثلاث نقاط مهمين تساعدوا فيها الحفاظ على لقى بطولة الدور العام واستعدادها للثلاث مباراة المقادمين قبل إن شاء الله التوجه لكأس العالم بإذن الله سريعا يا كريم كيفين جونسون المدرب العام لحي النهاردة بالبعثة ويكون موجود في المباراة ولا لسه لأنه كان سافل جنوب إفريقيا اللي يتلقي واجب العزاء طبعا في وفاة تولدته خلال الـ 48 ساعة الماضية النهاردة يكون لحي ويكون موجود معه في المعسكر والمطش ولا غريبا يكون بعد المباراة ويكون رجع بالظبط يا محمد يعني نقول بعد المباراة مع المباراة القادمة مباراة البنك الآلي بإذن الله يكون متواجد مع فريق النادي الآلي لكن كل الأمور الحمد لله ماشى بشكل طيب كابتن سامي متواجد كابتن سايد بيتسو مسماني لكل كجهاز فني طبعا على أعلى مستوى كعادة فريق النادي الآلي ويارب إن شاء الله يكون القادم أفضل ولعبتنا إن شاء الله تحقق أداء مميز جدا مع نتيجة تسعد كل جمهور النادي الآلي شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم أحمد مرئيس القناة النادي الآلي تغطية إن شاء الله تكون موفقة النهاردة وبالتوفية رب يا كريم النهاردة في تغطية هذه المباراة بتأكيد لقاءات خاصة وحصرية بعد المباراة ومتابعة من خلال السجيو التحليلي بإذن الله بعد برنامج التريند سيكون فيه تغطية خاصة لهذه المباراة ومتابعة لكل أخبار فريق النادي الآلي قبل المباراة اللي تنطلق الساعة السابعة والنصف على أستاذ الأهلي والسلام القيادة التحكمية النهاردة حكم محمد عادل طبعا كامل المقرر الكابتن أمين عمر لكن تم استبداله فيه اللحظات الأخيرة بسبب طبعا العينات الإجابية المتعلقة باللقاح أو بفيروس كورونا نتمنى له التوفية رب النهاردة كابتن عادل وألف مليون سلام على الكابتن أمين عمر أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نكملين بحضراتكم باقي فقرات برنامج التريند أعلم بحضراتكم من جديد وما زال لدينا بالتأكيد تفاصيل متعلقة بالمرحلة القادمة طبعا النهاردة نتبت تكلم في بداية الإسبوع السابع للدور العام فبالتالي كانت فيه قرارات متعلقة بالجولة السابقة النهاردة اتحاد القرى من خلال لجنة الانضباط أعلنوا عدد دا من القرارات في الاجتماع الذي عقد بالأمس يوم الإسنين طبعا فيه أربع قرارات أولا إيقاف الكابتن عماد عزة حسنين مدرب فريق أمبي مواليد 2016 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لتعديه على حكم مباراة فريقه مع بيرامدز في مسابقة مواليد 2006 تغريم الكابتن حلم طولان المدير الفني لنادي أمبي 50 ألف جنيه لانتقاده حكم مباراة فريقه أمام نادي الزمالك تغريم الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الآلي 50 ألف جنيه لانتقاده لحكم مباراة فريقه أمام سيراميكا كيليو باترا تغريم هاني سعيدة المدير الرياضي لنادي بيرامدز 50 ألف جنيه لانتقاده حكام مباراةه أمام نادي الزمالك طيب خبر اخر بس قبل ما ادخل في الخبر اللي جاي كابتن سيد لم ينتقد حكام المباراة الكابتن سيد بيقول اتمنى ان القرار يكون صح لان لو حصل عكس كده ادى صوابق بقرارات سابقة لحكم فيه اخطاء تمت بنفس الامر في مباريات كان فيها حكام فار فهنا مش انتقاد ده كان بيتمنى القرار يكون صح عشان ما يكونش فيه اخطاء كسيرة لنفس الحكم في نفس المباريات مع نفس الفريق بنفس التقنية اللي بيديرها نفس الحكم فده مش انتقاد لكن عموما دي قرارات لجنة الانتباط واعتقد الفترة الجاية لازم يكون فيه حتى لو فيه اخطاء الناس تعدل الاخطاء اللي بتحصل منها حكامه في نفس الوقت المسؤولين مش هيطلع يعلقوا على قرارات التحكيم طالما الاداء التحكيمي جيد في المباريات فلازم النقطة دي طرعها ومش اي انتقاد فيه انتقاد بيبقى موضوعي وفي حديث المباراة نفسه وفي انتقاد بيبقى خارج عن النص وهنا اللي حيث الانتباط اكيد بيبقى ليها يعني تبعات واجراءات في هذا الشأن طيب الخبر الاخر وهو متعلق بقى بالجداول المتعلقة بلقاح كورونا خلال الفترة اللي جاية والتحاد الكرة النهاردة كان بيطالب ادراج جميع فرق كرة القدم على جداول لقاح كورونا ده طلب من اللجنة المكلفة بادارة اتحاد الكرة برئاس تحمد مجاهد وجهه الى وزارة الشباب والرياضة بالعمل نحو ادراج فرق كرة القدم بجميع مستوياتها وفئاتها ومراحلها السنية المختلفة على جداول الذين ستلقون اللقاح المعتمد من وزارة الصحة ضد فيروس كورونا خلال الفترة القادمة واللجنة السلسية من خلال هذا البيان اعلنت انها مستعدة لتحمل اي تكاليف مالية في هذا الصدد كما انها طالبت ايضا في اطار الحرص على استمرار نشاط القرى وفق السياسة الرشيدة التي تنتهجها الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية طيب النهاردة بنتكلم على مباراة الاهلي والانتاج الحربي والنهاردة طبعا الجهاز الفن اختار قائمة وكنا تكلمنا مع عزمينة كريم احمد من فندق الاقام عشان نتطمن على اخر الاستعدادات طيب كمان عايزين نعرف اخر الترتيبات واخر اجراءات الاحترازية في ملعب الاهلي والسلام قبل تحرك فريق النادي الاهلي لذلك اذهب مباشرة الى ملعب المباراة مع الزميل العزيز شريف شعبان مراسل قناة النادي الاهلي مساء الخير يا شريف في البداية عايز اتطمن منك على الاخبار في ملعب المباراة والاجراءات الاحترازية والجديد النهاردة في ملعب المباراة قبل وصول الفريقين وطاقم التحكيم او اذا حتى في حد وصل عندك من المرائبين او حتى فريق الانتاج الحربي والحكام تقدر طلنا بكل ما هو جديد لديك تعالي لك زميلي محمد ولكل مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان مباراة الاهلي والانتاج الحربي اللي هتكون فيه السابعة والنصف على استاد الاهلي والسلام خلينا كلمك على الدخول الدخول لاجراءات قوية جدا ولكن فيه نظام شديد جدا تواجد شرطي كبير ولكن المكتوب اسمه في الكشف او بيحمل ايدي اتحاد القرى بمصر بتم السماح له بالدخول على الفور اجراءات احترازية قوية جدا ممنوعة منع بدا حد يتواجد فيه استاد الاهلي والسلام دون مصق الوجهة او الكمامة ممنوع منع بدا الاجراءات الاحترازية في كل مكان قوية جدا النادي الاهلي يمكن ارسل احد فنيين عنده عشي خاطري عقم غرف الملابس ديكة كالبودلاء الاستاد ايضا بيقوم بتعقيم الاستاد كل ربع ساعة او تلت ساعة هنا الاجراءات الاحترازية قوية جدا يا رب يسلم الجميع حكم مباراة او ما حدش سيصل ايا من الفرقين او حكام المباراة ولكن كمعروف من الامس عندما اعلن اتحاد القرى المصري ان سيكون حكم مباراة اليوم والحكم امين عمر كان لي اتصال منذ خليل مع الكابتن امين عمر ورئيس لجنة الحكام طبعا الكابتن وجيه احمد الكابتن امين قال انا عملت رابط تست وظهر اجسام مضادة فبلغت اللجنة والنهاردة عملت البي سي ار وفي انتظار النتيجة في الليل او بكرة الصبح احكلمت الكابتن وجيه احمد قال لي احنا بنستعد لهذه اي مباراة بعين حكم ساحة وبعين ليه بديل وثاني وسالس تحسبا لأي اجراءات ممكن تحصل لقدر الله لو في حادثة او لو في حاجة زي ما حصل النهاردة مع كابتن امين عمر وهي الكورونا وبالفعل كان موجود النهاردة بديل ليه هو الكابتن محمد عادل وهو حكم كبير وحكم دولي وهيساعده احمد توفيق مساعد اول ومساعد تاني رجب محمد وحكم الرابع محمود رشدي وحكم الفيديو اليوم محمد عباس ابيل ومساعد ابراهيم محجوب يا ربي بإذن الله يكون طاقم التحكيم موفق الى حد كبير النهاردة ويدي الفرقين حقهم بإذن الله زم ارتلك الاهلي بإذن الله ينتظر وصوله في السادسة بإذن الله مساء قبل انطلاق المباراة بحوالي ساعة ونصف الانتاج الحرب هيجي ستة لربعة وستة بكتير جدا برضو هيكون متواجد طبعا في استاد الاهلي والسلام بطمنك وبطمن كل مشاهدي قناة النادي الاهلي هنا الامور كويسة جدا الاستاد على اعلى مستوى ارضية الملعب على اعلى مستوى الكل يمكن مستعد لهذه المواجهة ويا ربي بإذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي ونفوز بسلاس نقاط جداد يضافه الى الرصيد يالي عشان يفضل في الصدارة بإذن الله ونحافظ على بطولة الدوري المحبوبة لكل جماهير النادي الاهلي شكرا لك زميل العزيز شريف شعبان من ملعب المباراة اطلعنا على كل ما هو جديد في استعداد الفريقين وطاقم التحكيم لمباراة الاهلي والانتاج الحرب قبل ما اطلع الافاصل عايز اقول نقطة مهمة جدا في هذه الجزئية ده شيء يعني ممكن وارد جدا اي حكم او اي من في المنظومة قبل المباراة بتجيله العينات قد تكون ايجابية قد تكون سلبية ده بيحصل في كل دول العالم وحصل حتى في مباراة الاتحاد الافريقي لكن الجيد هنا بقى ان عندك البديل او عندك الجاهزية ان في حكم مساعد او طاقم بديل اذا كان طاقم التحكيم لقدر الله مش هيكون موجود عندك البديل لي لان في الاتحاد الافريقي في مباراة احدى الفرق فيه دوري ابطال افريقيا الحكم الرابع ما جاش اصلا والحكم المساعد في احدى المباريات تتعرض لي ايجابية العينة فبالتالي اضطروا ان هم يجيبوا حكم من دولة مجاورة جئ قبل انطلاق المباراة بحوالي ربع ساعة والمباراة اتأخرت حوالي نصف ساعة او ساعة فبالتالي هنا بشيت بقى بلجنة الحكام في جزئية ان الكابتن امين عمر لو كانت عينته ايجابية ومش جاهز للمباراة لا فيه البديل الجاهز وهو كابتن محمد عدل اتمنى النهاردة ان هو يقدي مباراة على قدر المستوى ويكون جاهز ان هو حتى لو ما كانش هو حكم المطش من البداية لا يكون جاهز ان هو يكون متحضر لهذه المباراة اذا حصلت اي ظروف او اي امور طرأة وده بتحصل زي ما قلتلكم في جل الحياة العالم ودتكم ساعة حصل في مباراة دوري ابطال افريقيا اللي كانت من حوالي اسبوعين خلال الفترة الماضية اخرج لفاصل وبعد الفاصل لسه عندنا كلام كتير ولكن في تريند الاهلي والمحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا اهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند الاهلي هنشوف مع بعض ونستعرض كل الموجود على المحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا والمتعلق بتريند الاهلي خلال الفترة الاخيرة سواء بعد الانتصار الاخير في الدول اللعب والاستعداد لمباراة الانتاج الحربي بعد الفوز على فريق سيراميكا كيليو باطرا نبدأ مع بعض من الصفحة الرسمية والحساب الرسمي لقناة النادي الاهلي على تويتر واللي عمل تصميم خاص لمباراة النهاردة بين الاهلي والانتاج الحربي وشايفين طبعا ابرز اللاعبين وطبعا بقيادة فنية لبيتسو موسيماني وقهربا وبدر بانون وعدد من اللاعبين وايضا كمان افشاء اللي قد يتواجد النهاردة في التشكيلة الاساسية المباراة الساعة سبعة ونصة لملعب الاهلي والسلام هي مباراة ضمن لقاءات الجولة السبعة للدوري العام طيب نروح مع بعض ايضا كمان للحساب الرسمي للأهرام على تويتر واللي كتب ان النادي الاهلي يواجه الانتاج الحربي بحثا عن الابتعاد بصدارة الدوري كلنا عارفين ان في الصدارة فريق النادي الاهلي ونادي الزمالك كلا الفريقين لديهم بالتأكيد 13 نقطة لكن طبعا النادي الاهلي بيتفوق في معدل الاهداف الاهلي احرز 12 هدف ومونيا مرمى بهدف وحيد والزمالك احرز 10 اهداف ودخلت شباكه هدفين فقط وفي هذه اللحظات الزمالك بيلعب مع فريق المصري واي نتيجة سلبية مع فوز النادي الاهلي النادي الاهلي بالتأكيد سيتصدر المسابقة من الجولة السابعة مهم جدا طول ما انتماشي في كل مباراة في الدوري العام مهم انت تكون متصدر لان اللايحة السنادي بعد دور الاول اي ظروف قهرية منعة استكمال المسابقة هيتم اعتماد بطل الدوري من خلال الفريق المتصدر للمسابقة وقت اتخياز القرار طيب نكمل مع بعض ونشوف المحتوى ايضا الموجود عبر السوشال ميديا صفحة يلا قورة من خلالها صفحة رسمية على الفيسبوك بتكلموا عن التشكيل المتوقع للنادي الاهلي في مباراة الانتاج الحربي هاني اساسي بوالي عيقود الهجوم امام فريق الانتاج قدامنا التشكيل بطريقة لعب اربعة اتنين تلاتة واحد محمد الشيناو في حراسة المرمى محمد هاني زهير ايمن علم علم علول زهير ايصر اتنين مساكين ايمن اشرف وبدر بنون امامهم اتنين وسط ارتكاز حمد فتحي وقاليد يانج والتعادلات اللي كن ممكن تطرع على التشكيل بداية افشة في التشكيل الاساسية وامامه طاهر محمد طاهر وحسين الشحات وفي الهجوم والتر بوالي طيب نشوف وجهة نظر انية اخرى ولكن من خلال الزملاء في الوطن من خلال حسابهم الرسمي على تويتر واللي من قول النظرهم شايفين ان ممكن يطرق تلات تغييرات في تشكيل اهلي المتوقع ضد الانتاج الحرب هما شايفين ان ممكن النهاردة محمد هانا هيبدأ في التشكيل الاساسية وده هيكون على حساب احمد رمضان بيكهم كمان محمد مجدي افشة هيبدأ على حساب اقرم توفير اللي كانت موجود تالت في نص الملعب جوارد يانج وحمد فتحي وكمان شايفين ان النهاردة محمود كهربا ممكن يبدأ على حساب طاهر محمد دطاير في النهاية موقع الوطن او الوطن سبورت صفحة يلا قورة كل طبعا موقع بيشوف رؤيته من خلال متابعاته للتدريبات والتشكيل الاساسية اللي ممكن يبدأ بيها بيت سمو سماني مباراة اليوم امام الانتاج الحرب لكن قبل المباراة حوالي الساعة في حدود حوالي ستة ونص هنعرف كلنا التشكيل الاساسية اللي هتاخد هذه المباراة وبنسبة تمانين تسعين في المية في استقرار على شكل التشكيل اللي بلعب به للفترة الاخيرة طيب نروح لحساب جول مصر على تويتر ونشر صورة للفولت العالي محمود ده قهربا محمود قهربا هو هداف الدور المصر الحالي برصيد اربع اهداف افضل انطلاقة وافضل بداية لقهربا منذ انشارك في الدور الممتاز منذ سنوات طويلة هذه البداية مع النادي الاهلي وشايفين المسم ده قهربا الحمد لله مكس بشكل كويس جدا وده راجع لعوامل كثيرة اولا التزام اللاعب الاجواء اللي محيطة بقهربا داخل النادي الاهلي فاستقرار كبير في التزام ما بين قهربا وبين الادارة والمسؤولين في النادي الاهلي ايضا كمان الاتموسفير والاجواء كمان داخل قط اللبس والجهاز الفني وقبل كل ده الدعم الجماهيري اللا محدود اللي بيقدمه او اللي بيقدمه جماهير النادي الاهلي لابرز اللاعبين واللي فيه تحدي واختبار خاص جدا لنجم كبير وامكانيات كبيرة عشان يقدر يفيد النادي الاهلي وامتخم مصر واقع وحمود عبد المنعم قهربا فالبداية الجماهير ثم كل الامور اللي انا شرحتها اللي كانت مساعدة للحالة اللي ظهرت بها قهربا في بداية المسم وبنتمنى يا رب ان لسه المسم طويل ولسه المشوار طويل محلو افريقي نستمر على هذا منوال لان القهرباء لو فضل مستمر بهذا الشكل هيكون ابرز لاعب في الدول المصري وفي منتخب مصر اللي بيستعد لتصفيات افريقية وتصفيات كاسعالم وده يبقى افضل شيء قدمه الاهلي خلال اخر مسم للعيب كان على وشك لفترة كبيرة جدا انه هو بعيد عن المنتخب الوطني انه يقدمه انه هو يكون احد الركاز الاسساء اللي اعتمد على المنتخب في الفترة الجاية وهنا النادي الاهلي زي ما قلنا مدرسة ترباوية ورياضية وادبية وفنية بتقدم لاعبين لكل المنتخبات وفي كل الاعمال السنية من خلال مؤسسة بتدير كرة القدم باحترافية وباخلاق ومبادئ النادي الاهلي نكمل مع بعض ونشوف صفحة في الجول في الجول النهاردة طبعا رسم صورة سواء للشناوي او حتى باسم مرسي وبتكلموا عن الانتاج الحربي لا يعرف الفوز على الاهلي في اخر عشر مواجهات سبعة فوز للاهلي تلت تعادل برأيكم من الاقرب لحسم النقاط السلاسة لصلاحه اليوم ويمكن ده قريب من الجزء اللي احنا طرحناه في بداية الحلقة توطقاتكم لنتيجة مباراة النهاردة لو بنتكلم في نتاج اخر عشر مواجهات طبعا الاهلي والانتاج واحد واحد ثم الاهلي فاز 4-0-1-0 ثم تعادل سلبي ثم الاهلي فاز 2-1 في مباراتين ومتتالياتين ثم تعادل ايجابة 1-1 ثم اخر ثلاث مباراة انتصارات متتالية 2-0-2-0-1-0 وطبعا اخر ثلاث مباراة النادي الاهلي بحقق انتصار على فريق الانتاج الحربي طيب نروح كمان للحساب المصري الرياضي ولكن حسابه الرسمي على تويتر واللي كتب ان الاهلي بيجدد عقود رباعي الفريق الاول على زمة المصر اليوم الرياضي بيقولوا ان لجنة التخطيط اوسط بتجديد عقود الرباعي علي معلول محمد الشيناوي صلاح محسن جونيور اجايي خلال الفترة المقبلة وانا اقدر اقول لكم ان في التوقيت الحالي لجنة التخطيط وقطاع الكورة والجهاز الفني بيشتغل على ازاي تم التحضير لاستكمال القائمة الافريقية في شهر يناير والتحضير لمباراة الاهلي في كأس العالم للاندية اي امر اخر هيتم خلال الفترة الجاية ومن خلال اعلان رسمي لادارة النادي الاهلي خلال الفترة اللي جاي لكن كلها اجتهدات هنشوف ماذا صحتها خلال الفترة اللي جاي كمان صفحة الوطن سبورت بيلقى الضوء على جلسة مفاوضات جديدة بين جيرالدو والاهلي والازمة في طريقها للحال الحساب الرسمي للوطن سبورت على تويتر بيتكلم لان فيه ازمة ما بين الاهلي واجيرالدو خلال الفترة الاخيرة بعد قيد وارطة البولية وبالتأكيد جيرالدو اصبح حاليا موجود في قائمة الانتظار البعض اتكلم في نقطة الاحية والبعض اتكلم في برود متعلقة بانتقالات اللاعبين في الاتحاد الدولي والتحاد الكرة اتخذ قرار ان فيه قائمة انتظار الامر في النهاية طالما ما فيش اعلان رسمي من النادي الاهلي في هذا الشأن وما فيش تصريح رسمي من اللاعب بنفسه في هذا الشأن ننتظر الفترة اللي جاية من خلال التعامل اللي هيتم ما بين النادي الاهلي مع اللاعب وما بين قصين لازم نأكد على جملة مهمة جدا وده بيتم على مدار سنوات السابقة وفي كل العصور مع النادي الاهلي الاهلي يقدر كل اللاعبين سواء اللاعبين المحليين او اللاعبين الاجاني وبيتعامل مع اللاعبين وفق العقود ووفق اللوايح ووفق اجراءات كثيرة جدا بيتم اتخاذها سواء في فترات سابقة او فترات تقادمة وهذا لقول لكم من خلال هذا النوان مفيش ازمة وفي النهاية الامر هيتم التوافق ما بين اللاعب والنادي قد يتم اعارته قد يتم التوافق معاه خلال الفترة جاية لسه انتقادة نار مستمرة لغاية نهاية الشهر وهنشوف الفترة الجاية اللي ممكن يحصل بالنسبة للمرحلة اللي جاية ده كان اخر خبر معايا النهاردة في الترند الاهلي اخرج الافاصل وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضاركم بقى فقرات برنامج الترند اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بحضاركم من جديد والفترة الاخيرة من برنامج الترند طبعا شوفنا من نص لحظات قليلة جدا تحرك اللاعبين واستعدادهم الى التحرك من فندق الاقامة الى ملعب المباراة خلاص لحظات قليلة والفترة يتحرك في مواعيد سبتة ستة التحرك المباراة سبعة ونص ان شاء الله تجهيز لها هذه المباراة مباراة الانتاج الحرب ويكون في انتصار في هذه المباراة ويكون حليف فريق النادي الاهلي نبدأ مع بعض مشاركات الجماهير على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة نتيجة مباراة الاهلي والانتاج توقعتكم لهذه المباراة اسيا غنيمي بتقول ان شاء الله فوز الاهلي تلاتة سفر زياد غازي بيقول تلاتة واحد للاهلي سامي حلم بيقول تلاتة سفر للاهلي بإذن الله ياسر حامد بيقول ستة واحد للاهلي وكفا ابو زياد وجنة بيقول فوز الاهلي تلاتة ان شاء الله احمد العسكري بيقول تلاتة سفر للاهلي بسيوني سعيد بيقول فوز الاهلي اتين سفر خلود رمضان بتقول ان شاء الله تلاتة سفر للاهلي احمد عشور بيقول اربعة سفر للاهلي بإذن الله حال التفاؤل بتعم طبعا كل جماهير النادي الاهلي من خلال تويتر فارس عبد العنين او ابو العنين بيقول ان شاء الله الاهلي يفوز تلاتة سفر محمد ده حامد بيقول تلاتة واحد للاهلي اخر مشاركة معنا اماني زيدان بتقول تلاتة سفر ان شاء الله للاهلي واحمد ده صبح بيقول تلاتة سفر ان شاء الله للنادي الاهلي طيب دي كانت مجموعة من اراء الجماهير وتوقعاتهم لمباراة الأهلي والإنتاج حربي اليوم في الجولة السبعة فيه تفاول كبير جداً بيعوم طبعاً الجماهير النادي الأهلي بشكل خاص والكل بيتطفق على الفوز كمان بنتيجة عالية ما بين 3-0 ما بين 4-0 لكن في النهاية في مباراة الدورة أهم حاجة هي 3 نقاط بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقي على خير في حلقات أخر قادمة من برنامج التريند شكراً وإلى اللقاء